حيث اختفت معظم البنايات القديمة وحل محلها بنايات من عشرات الطوابق هي مولات ومراكز تجارية جريدة مراسل الشرقية نيوز في كاركوك أيضا تابع الموضوع من حيث تأثيره على السوق الكبير القديم والذي يتجاوز عمره 200 عام وعد هذا التقرير المراكز التجارية والمولات التي شهدت مؤخرا في كاركوك زادت من جمالية المدينة وفتحت أفقا جديدا للتجارة التي كان مركزها السوق الكبير قرب قلعة كاركوك هذا السوق شكرا عمره؟ والله تقريبا يصير أكثر من 200 سنة 220 هالشكل هذا يسمونه السوق الحدادين أو السوق الحلواتية هو جزء من السوق الكبير يعني؟ الحلواتية ايه نهم يسمونه زوت القحوة يسموها بالعالم والسوق الكبير في صوب كاركوك الشرقي من أقدم وأكبر الأسواق ويعود تاريخه لأكثر من 200 عام والتجوال في أروقة السوق له طعم آخر حيث يزدان السوق بخاناته القديمة وقيصريته ذات السبعة أبواب وجوامعه وحماماته ومكتباته القديمة ويحتوي السوق على مئات المحلات التي تبيع كل شيء دون استثناء ففيها سوق للذهب ومحلات للتوابل والقصابة وأخرى للملابس بأنواعها وأورش للصناعات اليدوية والحرف كالحدادة والسراجة والدباغة والنجارة والفخار وصناعة السيوف والخناجر ومحلات لبيع وخياطة الأزياء الشعبية ها السوق أكبر السوق الكركو أتيك كلش شكوية الكركو هنا تلقي قماش الطارية كل شيء تريد هنا تلقي الصناعات الصناعات همكو خياطة نجارية حدادية السوق كل هنا موجود شيء تريد هنا موجود يعني احنا أكثر من ستين سنة بالسوق نشتغل أنا جدي وأبوي وأعمامي يعني أخواني هنا يعني السوق قديم سوق حلو يعني بيكلش الحمد لله يعني المعمل من يجي يتوفر عندنا كل شيء هنا يعني يشيري تتبضع أكو الحمد لله مو مثل مثلا المولاد مولاد يختلف يعني مثلا المولاد بيه مثلا ملابس والعاب بس احنا هنا بيكل سوقنا سوق تراثي قديم بيه مثلا الذهب يلي الذهب البقالية أكو يعني ملابس أكو يعني كل شيء الغذائية ما شاء الله كل شيء عندنا الجملة والمفرد كل شيء عندنا الحمد لله هنا السوق الكبير يقع في منطقة تتوسط كاركوك فسهولة الوصول إليه السمى الأبرز للسوق من كل أحياء كاركوك كالمصلة وبرياد والشورجة والإسكان أما خان التمر المختص ببيع الخضار والفواكه يزيد من أهمية السوق فرواده يرون أن زيارة السوق الكبير يوميا شر لا بد منه إن صح التعبير كثيرة هي الأسواق في كاركوك لكن للسوق الكبير مكان خاص في قلوب الكاركوكيين للشرقية نيوز تل الأغا كاركوك نتحول إلى ميسان لنقل هذه المعاناة من هناك حيث يطر تلاميذ مدرسة المزدلفة الابتدائية في محافظة ميسان للمرور في الوحل وتكبد عن رحلة شاقة للوحل ترجمة نانسي قنقر